السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في هذا الفيديو في هذا الفيديو ان شاء الله الخاص بالسنة الثالثة متوسط جبت لكم كيفية كتابة وضعية ادماجية حول وصف جدي او جدتي وهي من الوضعيات المقترحة لاختبارات الفصل الاول اذا ما عليكم غير اتبعوا معايا نبدأ في هذا الفيديو على بركة الله بسم الله هنا المطلوب يقول لك write a short paragraph اكتب وضعية قصيرة where you describe one of your grandparents فيها توصف واحد من grandparents متاعك يا اما grandma ولا grandpa يا جداك ولا جدك speaking about his or her name age character and likes تذكر الاسم انتاعو ولا انتحا العمر انتاعو ولا انتحا الوصف انتاع الكاركتر انتاعو ووش يحب ولا واش تحب يا اما جدي ولا جدتي انا هنا قدرت لكم وصف لجدتي نفس التعابير او نفس التعابير تقدروا تبدلوه وصف لجدي تبدأ باسم الجدة اسمه او جدتي ميباركة عمرها 62 سنة نذكروا الاسم والسن المطلوب هو الاسم والسن she lives in media تسكن في المدية my grandma is so calm عفوا polite and beautiful beautiful one l اعتذر جدتي هادئة لطيفة وجميلة هنا beautiful one l اعتذر تتخطأ she likes reading and cooking تحب القراءة والطياب تحب التقرأ وتحب الطيب my grandma couldn't read and write هي تحب تقرأ والطيب بصح ما تعرفش تقرأ couldn't couldn't in the past ما قدركش تكتب وتقرأ because she has never been to school لانو ما رحتش كامل الى المدرسة بكري هنا نقولوا couldn't ونقدروا نقولوا my grandma can't read and write because she has never been to school ولكن هنا نقولوا couldn't معناتها ما تقدرش اوكي ولا ما قدرتش تكتب وتقرأ بكري لماذا لانها لم تذهب الى المدرسة so when i visit her i teach her some alphabet اذا عندما ازورها اعلمها ولا نقريها بعض الحروف i love my grandma احب جدتي my grandma ميبركة is 62 years old she lives in media my grandma ولا she is كلمة تحبوا is so calm, polite and beautiful she likes reading and cooking تحب تقرأ والطيب بصح ما تعرفش تقرأ my grandma couldn't read and write because ولا my grandma can't كما تحبوا can't ولا couldn't في زر صحاح انا فقط لتقوية التعبير باش نعرفوه باللي بكري مقرأتش because she has never been to school so when i visit her i teach her some alphabet i love my grandma وتحبوا تزيروا so much ديروا so much نحبها بزاف full stop اذا هذه هنا كانت وضعيه قصيره وبسيطه حول وصفي جدتي من خلال ذكر اسمها سنها وشخصيتها وايضا وشتحب وشتحب اتمنى ان شاء الله انه هذا الفيديو مع الشرح البسيط يفيدكم وتستفادوا ان شاء الله ان شاء الله اترككم في رعاية الله وحفظه وفي امان الله اشتركوا في القناة